فوق الجميع مقر النادي الاهلي بمدينة ناصر حاجة جميلة جدا لتلبيت نداء النادي الاهلي دايما باستمرار لما بيلب نداء سواء بقى من جمهوره أو من أعضاء جمعيته العمومية بيبقوا موجودين في التو واللحظة أعتقد أنها حتى الآن جمعية عمومية نجاحة للتصويت على لائحة وإن شاء الله إحنا بغض النظر عن تكسير العظام اللي موجودة على وسائل الإعلام سواء بقى تلفزيون أو أخبار أو جرائد أو مواقع ولكن دور الجمعية العمومية أنها بتعمل دورها والباقي بيبقى موجود بالشكل القانوني بيبقى موجود بعد كده لكن عايز أقول لكم تكسير العظام بشكل قوي جدا مبارح يعني واحد بعد ما خلص اليوم هنا في قناة الاهلي وراح البيت وقعد يتفرج طبعا على كل الأراء اللي موجودة في التوقيت الحالي واحد بيستغرب يعني ما يكون في حد خدم النادي الاهلي وشايف قد إيه النادي الاهلي بكيانه كبير في وقت حرج وممكن تكون وقت صعب جدا على النادي الاهلي وتوقيت نفسه محتاج التكاتف محتاج أن أنت حتى لو أنت معطرد على الكلام معطرد على التصرفات أو الإجراءات الموجودة تسكت ما تتكلمش عشان حتى يعني أعضاء الجمعية العمومية اللي راحوا النهاردة أكيد 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 وهم شايفين حد بيتكلم ضد النادي الاهلي وبيتكلم على أن الموضوع وصلت وبقى بعد كده الانتخابات وموضوع أشخاص مش جمعية العمومية ولايحة أنت في حد ذاته أعتقد الأمور بقت لدى الجمعية العمومية وأعضاء النادي الاهلي أن الأمور بقت أن أنت ضد النادي مش مع النادي فكان الأحسن أن أنت تسكت ومتتكلمش في هذه الجزئية حتى يعني لغاية ما بعد كده نشوف إيه الإجراءات اللي ممكن تحصل ما بين النادي الأهلي وما بين الجمعية أو اللجنة الأمبية ووزارة الرياضة لكن خلينا أقول برضو يعني الموضوع اللي بيستطيف الشخص اللي بيتكلم على النادي الاهلي في الفترة دي هو لنادي يعني أنا عايز أقول له خليك في ناديك يطلع من الممتاز ينزل من الممتاز يطلع من الدرجة الثانية للممتاز خليك وملكمش دعوة بالنادي الأهلي حلول بتقدمها النادي الأهلي هو عنده حلول عنده ناس بتعرف تفكر سواء بقانونيين سواء أشخاص مهمة أشخاص اللي بتحب هذا النادي هم دول أعضاء النادي اللي بيفكروا للنادي للنادي والمستقبله القادم ملكش أنت دعوة بنادينا ندينا إحنا حرين فيه بنقدر نفكر بشكل جيد إحنا مميزين أما بقى بخصوص قناة الأهلي وإن إحنا بنطبل وإن إحنا يعني ما زلت برضو الكلام بنسمعه وإن فيه وجهات ما تنفعش النادي تبقى موجودة داخل قناة الأهلي لا تعال بص الناس اللي موجودة هم كباية موجودة بشكل كبير خدم النادي نجوم موجودة خدم النادي اتعلموا قبل ما يجوا عدوا على الكرسي ده سواء بقى إدارة رياضية اتعلموا إعلام كل ده موجود من خلال المزعين والمسؤولين والمخرجين والمعدين داخل هذه القناة عشان يخدموا النادي إحنا بنتكلم بندافع عن مين بندافع عن نادي الأهلي أو بنطبلش الحد وعايز أقول لها حاجة الوضع الطبيعي إن إحنا نخلي النادي الأهلي في حالة استقرار ومجلس إدارة في حالة استقرار عشان النادي يمشي بشكل جيد فلما بنشوف حاجة ممكن تكون بتكسر في مجلس إدارة لازم طبعا ندافع لأن ده استقرار مجلس الإدارة هو من استقرار النادي الأهلي في التوقيت الحالي المجلس اللي جاي لو هو بقى ماشي بشكل كويس بندافع عنه أيضا وهكذا وهكذا لأن استقرار أي مجالس إدارات هو استقرار للنادي والكيان ده كلنا لازم أكيد كلنا فاهمين هذا الموضوع احنا لما جلنا وقت ملوقات خسرنا بطولة الدوري نتيجة تخبط أو نتيجة هجوم شارس كان على النادي الأهلي ومجلس إدارته كان موضوع صعب كلنا كنا في حالة حزن مش جمهور النادي أهلي فقط جمهور مصر كله النادي الأهلي دايما لما بيبقى في حالة قوية وحالة معنوية عالية ومكاسب وبطولات الناس كلها بتفرح الدولة نفسها بتبقى فيها حالة استقرار لكن ما بيبقى عكس كده الأمور نفسها بتبقى صعبة فالواحد بيبقى حزين جدا لما بيشوف أن في حد ممكن يكلم ولا يبعث رسائل أو من عبر التلفزيون أو رسائل على التلفون ولا بيكلم مع حد من صحابه يقول له لا ما تروحش الجمعية الأممية هي كده كده بطلة هي كده كده مش مزبوطة يا عم اعمل دورك وخلاص ايه المشكلة ما تعمل دورك احنا كجمعية أممية انزل اعمل دورك بقى تبقى بطلة مش بطلة دي حاجة قانونية ممكن نقدر تعمل ولكن انت كدور من واحد من أعضاء جمعية أممية في النادي أنا معرفش طبعا كعضو جمعية أممية ولا لا يعني الناس اللي هي بتتكلم وبتقول كده لكن انزل اعمل الدور في نجوم النهاردة كتير كابتن مجد عبدالغاني المعالي الوزير كابتن طهراء بوزيد طبعا نجم مصر ومرادون النيل كان موجود مبارح والنهاردة كابتن إكرامي الشحات كابتن شريف عبد المنعم كابتن برايم عبدالصمد وغيرهم طبعا من نجوم الألعاب الأخرى ونجوم طبعا كرة القدم كابتن علاء ميهوب كان موجود كل الناس دي موجودة بتلب النداء يعني اعتقد هما كل واحد ليه رأي طب خلاص رأيك خليل نفسك لأن الوضع أنت بتعمل انقسام بتعمل حتة أن فيه ناس ممكن ليك أنت شعبية وليك طبعا محبينك ومردينك يمشوا وراك لا خليك ساكت عشان تكمل جزئية حبك للنادي الأهلي زي ما احنا بنتكلم وانتمائك للنادي الأهلي زي ما احنا بنتكلم وكان الأفضل فعلا هو السكوت السكوت عن هذا الوضع لكن طبعا احنا بس استفزيني حتة أن ممكن حد من برا النادي الأهلي كمان يعني دخلناه ممكن نتكلم على النادي الأهلي ويدينا حلول أن احنا من مجلس دارة المهندس محمود طاير يعمل انتخابات في 31-38 على اللايحة الاسترشدية دي حلول احنا اللي نشوفها احنا اللي نقول احنا اللي نفكر احنا اللي نعملها مع نفسنا مش حد من برا هو اللي ييجي يقولنا عليه واعتقد أن احنا لما جينا نشوف اللايحة وناخد أراء كبار القانونيين في مصر اخترنا كبار القانونيين ومحبين لنادي الأهلي أيضا مستشار رجاء عطية أيضا المستشار عبد المجيل محمود دكتور محمد فضل الله دكتور علاء مشرف الأسامي الكتير اللي كانت موجودة في هذه اللاجنة اللي عملت هذه اللايحة واختاروا وان احنا نعمل هذه اللايحة بالشكل ده باليومين بالمقرين الموجودين تسيلا على جمعية العمومية للنادي الأهلي فبالتالي كنت لازم بس رد على الجزئية دي وجزئية ان احنا هنا في قناة الأهلي احنا بندفع على الكيان وليس أشخاص والموجودين على هذه الكلاسي أعتقد ان هما في البدايتهم احنا بنحاول نبقى اعلامين مميزين بخبراتنا اللي كانت موجودة كلعيب الكورة وبتعلمنا اللي احنا بنتعلمناه من خلال طبعا دراستنا للإعلام أو الإدارة الرياضية واللي جزء منه الإعلام الرياضي يعني مؤهلين بشكل مميز ولكن طبعا احنا ابتدينا كله ابتدى كده حضرتك ابتديت كده كله ابتدى كده واحدة 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 لغاية لما بقينا أو هنبقى ان شاء الله في يوم من الأيام اعلامين مميزين ممكن الناس تسمع كلامنا في يوم من الأيام نهاردة ان شاء الله يعني خلاص أنا كنت في النادي من منذ قريد تقريبا اكتمال النصاب القانوني ان شاء الله هيبقى موجود وهيبقى الاعلان عنه ان شاء الله بعد غلق الساعة سبعة ان شاء الله ده وضع طبيعي جميع الممية طبعا بنشكرها على المجهود كل ما نشارك النهاردة وما شاركش مجهود كبير بيعملوه انت كجميع الممية انت بتلب النداء فدي حاجة مميزة جدا النهاردة كل الناس مستغربة من الناس اللي ما نزلتش ولكن طبعا كل واحد حر اللي مشغول اللي في حتة اللي مسافر اللي طبعا مشي وراء بعض الناس في كلامه ان مفروض ما تنزل يعني كسل عشان كيرا كيرا بيقولك الجامعية بطلة لكن بنشكرهم طبعا على ان هو واحد من هذه الجامعية الممية اللي موجودة داخل النادي الاهل لكن ان شاء الله الامور هتمشي بشكل كويس نادي الاهل نادي كبير نادي بيأثر بشكل كبير على الرياضة المصرية في حالة ان هو بيبقى في حالة ان هو بيبقى في مستوات طبيعي وبياخد بطولات وا 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 كل ده حالة مصر بتعدل لما النادي الاهل بيبقى ده وجهة نظري أنا بيبقى في أحسن حال كل ده مهم جدا خلينا بس يعني كنت لازم أقول الكلمتين دول قبل ما رحب بضيوفي كبيرت ان مصر طبعا نجوم من نجوم النادي الاهل في كرة الي